ما هي أسباب المغفرة؟ إحنا عايزين ربنا يغفر لنا وربنا يغفر الذنوب جميعا بس يغفر لمن أتى بأسباب المغفرة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ما هي أسباب المغفرة؟ خد بالك السؤال ده صنفت فيه مجلدات أنا أقول لك بعض أسباب المغفرة وهذا غيض من فيد وقطر من محيط وقليل من كثير وإلا فأسباب المغفرة كثيرة من أسباب المغفرة الإسلام فالإسلام يكفر ربنا به ما قبله من السيئات أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها يعني عملها إسلام يهدم ما قبله وفي حديث إسلام عمر الذي رواه مسلم لما جاء عمر بن العاص ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا على الإسلام إذ بعمر يسحب يده قال النبي ما لك يا عمر ألا تبايع؟ قال أبايع يا رسول الله على أن أشترط لي شرط صغير قال تشترط على ماذا؟ قال أن يغفر لي ما قد سلف أنا دلوقتي قربت من أربعين سنة ولي موبقات كبائر كنت أحارب الإسلام كنت أعادي رسول الله إيش ضماني أسلم وموت الصبح فتغلب سيئاتي على حسناتي فيرمى بي في النار لا أبايع على أن أشترط أن يغفر لي ما قد سلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهَ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهَ فمن أسباب المغفرة واحد وعد ورايا الإسلام اتنين الموت على التوحيد إنك بعد دخلك في الإسلام بعد خروجك للدنيا بين أبوين مسلمين إذا إسلامك صحيح دينك صحيح تعيش على التوحيد وتموت على التوحيد فلا تسأل غير الله ولا تستعين بغير الله ولا تتوكل إلا على الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تطلب إلا من الله ابعد عن نواخد الإسلام ابعد عن هذه المعاول التي تهدم في عقيدتك عش على التوحيد فإن ميت علي فأبشر ثم أبشر ثم أبشر أخرج الترمذي والحديث حصل صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد ثلاثة من أسباب المغفرة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الدين كامل يا سادة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة كان ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتهم رأيت واحدا من هؤلاء يقول والله لو قال لنا رسول الله لا تحتفلوا بمولدي لخالفنا ليه أمور قال لك لأنه هيقول كده تواضعا هو سعدتك أعظم ديانة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حضرتك أعظم حبا للنبي من الحسين والحسن وفاطمة ما هذا الدجل الذي نسمعه هل أمر النبي أن نحتفل بميلاده؟ لا هل احتفل هو بميلاده؟ لا هل احتفل صحابي واحد بميلاد النبي؟ لا هل احتفل أحد في زمان التابعين أو أتباع التابعين بميلاد النبي؟ لا هل أمر الشافعي أو أحمد بن حنبل أو مالك أو أبو حنيفة بأن نحتفل بمولد النبي؟ لا وانتوا أعلم من دول كلهم من النبي ومن الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين والأيمة الأربعة يا أخوان بن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم متألفوش؟ من الذي اخترع بدعة المولد؟ الدولة العبيدية الفاطمية الخبيثة التي قال عنها ابن كثير في البداية والنهاية وملوكهم من أقبح الملوك سيرة ومن أنجسهم سريرة تتبع الناس اللي ابن كثير قال عنهم أنجس ولا تتبع الناس اللي النبي قال عنهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم للشفع يا قال اعملوا كده ولا ابو حنيفة ولا مالك ولا احمد بن حنبل انت مذهبك ايه؟ اتباع الرسول من أعظم أسباب المغفرة قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أربعة من أسباب المغفرة الأذان الله انت لربنا أكرمك وبتؤذن بأحكام الأذان بصوت الندي مش واخد الأذان وظيفة ولا واخدها فتحة سدره بالدراعة لا تجيد الأذان وسطك ندي يجذب القلوب مش منفر شوف بقى الثواب شوف الكرم اللي انت فيه أخرج الإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه والحديث صحاحة والألباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم يعني الصف الأول والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس اسمع اللي جاية وله مثل أجر من صلى معه الله في المؤذن ده صلى ورا في الجامع يوم الجمعة ألف له مثل أجر من صلى معه شوف المؤذن بتاع الحرم النبوي أو الحرم المكي ثلاثة أربعة خمسة مليون بصل ورا في رمضان وفي موسم الحج الله الله شوف إمام مسجد كذا مؤذن مسجد كذا ما هذه البركات من أعظم أسباب المغفرة الأذان ولهذا لو لم تجدوا إلا أن تستهموا تتسابقوا على الأذان بأحكامه ففعلوا خمسة من أسباب المغفرة الذكر عند الأذان طب هذا للمؤذن طب أنا ما معرفش أذن هل لي نصيب من المغفرة أيوا أخرج مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينه غفر له ذنبه يبقى التردد خلف المؤذن ترجمة نانسي قنقر